طيب جزء من الكلام اللي اتقل النهاردة مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة نعم يجي ناس برضو تعبث بالعقول فيقول لك وعمل المرأة حرام لا لا خروج المرأة من المنزل حرام الى اخره هو ازاي عمل المرأة حرام واحنا شفنا برضو ايام رسوله السلام كانت الستات بتعمل بعد البعثة المحمدية المشرفة نعم ويا سيدة بس لو قرأ القرآن وقرأ شيء من السيرة ومعظم هؤلاء بغبغوات يرددون ما لا يفقهون يعني حضرتك نقرأ سورة الخصص فنجد ابنتي الرجل او العبد الصالح المشهور خطأ بانه الشعوب باسم الشعوب النبي شوف كانوا بيرعوا الخدم وبعدين طبعا تعرف القصة سيدنا موسى مراح ارض مدين غريب من حدود الاردن وبعدين نسقي حتى يزير الرعاء وابونا شيخ كبير وإلى آخر القصة بناجد برضو حضرتك في السيرة النبوية إن النساء الصحابيات كنا اذهبنا إلى سوق المدينة نفجر بقى المفاجأة تلآن كان عندنا العدم قريب مفتش التموين وشرطة التموين سليم كانت السيدة ليلة بنت عمالي للشفاء أحسنت أحييك سيدنا عمر بن الخطاب لما وجد أنها عالمة بالمكيل والموازين والأسعار فعينها محتسبة على سوق المدينة كانت هذه المرأة تراقب الأسواق مراقبة دقيقة المتوزير التموين ورئيس جهاز حمالية مستوى أنا أقول لك ما اللي بيخلي برضو المتسلفة والفكر الرجعي الظلامي يقول لك إيه أصلي في القرآن وقرنا في بيوتكونا يا ناس دا خطاب خاص لنساء النبي أمهات المؤمنين لأن يجب فيهن التفرغ لنقل ما يشاهدنه من الوحي وطبيقه للأمة وذكر ابونا ألف نفس الصورة ونفس السياق وذكرنا ما يتلى فيه بيوتكونا فاحتاج الأمر إلى وقرنا فيه بيوتكونا فهن مكلفات إنما هنا برضو ما يجوا من ضمن الجهل بالإسلام من هؤلاء أقول لك إيه إن المرأة لا تتولى مقاليد أي شيء لأن ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة يا حبيبنا دا خاص وليس عام دا مقايد وليس مطلق لأن دا في حق بنت كسرة التي وسبت على أخيها فقتلته فلما بلغ النبي هذا قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة يغلق على حدثة بنت كسرة فقط دا الخاص وليس العام بس إنما حضرتك ما احنا عندنا النبيغات والنبيغات السيدة عيشة رضي الله عنه أرضاوي السلام وسلمة كانت رضي الله عنه مستشارة للنبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديقة بمتخويلة دا دي بقى خصة لوحدها هو في كده وكانت تشارك الرجال يعني بالأموال مضاربة اللي الآن استثمر في الجنوك خطب السيدة ما نيجي النهار دا نمشي مع التاريخ إحدى شيوخ الإمام البخاري إمرأة السيدة نفيسة كانت مرجع علمي للإمام الشافعي في مصر هنا في مصر المتيجة حضرتك نشوف بقى في المجال السياسي هتجد شجرة الضر رضي الله عن الجميع شوف لما أخفت في ضميات وفستات زوجها الملك والحملة الصالبية جات والملك مرض ومات صالح أيوب بالضبط الله ينور عليك يعني أشكرك وحييك فشوف بحصافتها لن بقى طلطم القدن وسأبدا تكتمت ومعها ختم الملك فيأتي البريد على باب الفستات اللي الخمة الكبيرة يعني تأخذ منهم البريد وتختمه كأن الملك عايش تمانين يوم وتحكم العالم الإسلامي من مصر وقادت مصر إلى النصر وقادت مصر إلى النصر أي السيدة شجرة الدور أنا بس مش مكر الاسم حدك اللي هتفكرني وشاركت في فتح قبرص ولها هناك قبر مقام أم حرام أم حرام وهي قالت الرسول أصلا الرسول كان نائما عندها في القيلولة فقام يبتسم صلى الله عليه وآله فقالت أضحك الله سنك على ما تبتسم يا رسول الله قال رأيت رجالا من أمتي يركبون ثبق هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة فيفتحون ما وراء هذا البحر أشار يعني إلى بحر المتوسط فيما بعد فالمهم فالرسول الله السلام قال إنهم شهداء فينهم شهداء يدخلون الجنة قالت أدعو الله يا رسول أن أكون معه قال أنت معه ففي عهد سيدنا عثمان بن عفان كان سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع أنشأ أول أسطول بحري للمسلمين سيدنا معاوية بن أبي سفيان أغم أن الشعب يكرر وما لناش علاقة لكن إحنا أظهرنا السن المتنوع الفكري بنعرف حق الصحابة رضي الله عنه مقارد ظهر فالمهم سيدنا معاوية رضي الله عنه أنشأ الأسطول الإسلامي فأم حرام طلبت أن يزأ فأزن له فالقدر أنها أول ما نزلت من أول سفينة على ساحل قبرص وقصتها يعني ناقى أو قيل أنه فرس أو حصان أو هرس فماتت ودفنت هناك كانت أول شهيدة في الأسطول البحر الإسلامي في قبرص وقرأت كثيرا من المراجع أن قبرها يزار وعند قبرها يستسقى الناس بالدعاء لما يقل المطر رضي الله عنه فدي النمازج التي يجب مع التمكين للمرأة هنا بقى مشروع من برنامج من برنامج تسع مساء مع الإعلام القدير لأستاذ يسفي حسيني نريد عمل سلسلة تصحيح مفاهيم مغلوطة وتصويب أفكار خاطئة بحق المرأة يريد يريد أه بالضبط خدت بالك أن نريد المرأة في ظلاء الإسلام مع الفكرة المرأة عندها الكفاءة والصلاحات تولى أي منصب في المجتمع حتى لو حتى ملكة أو رئيسة شوف إزاي أنا بقولك صدقني الله أكبر لأن الإسلام سينظر إلى الكفاءة وليس إلى ذكورة أو أنوثة الإسلام سينظر إلى الكفاءة وليس إلى ذكورة أو أنوثة طالما عندها الكفاءة وبعدين نحن الحمد لله الآن عندنا المرأة بقت أستاذ الجامعة اللي بتخرج الأجيال أستاذ الجامعة فأنت النهاردة تأمنها على عقول الشباب ولا تأمنها على إنما الفكر الظلام السلف هو يريدها فقط في البيت ما بين المطدخ وما بين غرفة النوم هذا مرفوض في الإسلام لكن أنا بقول لسانتك شوف المهمة المتس فيه هو تحقير للمرأة هم مش عارفين الإسلام اللي هم الفكر السلفي مش عارفينه وكذلك يمكن بس على قليل يعني الفكر ورضو الشيع مهمة السلفية والشيع بالنسبة اللي يتعاملوا مع المرأة خطأ إنما تعالي احنا عندنا في الأزهر الشريف احنا عندنا الآن أمين عام مساعد مجمع البعوث الإسلامية امرأة فيه عندنا عميدة كلية العلوم الإسلامية امرأة في مصر عندنا في الأزهر يعني عندنا عميدة كلية العلوم الإسلامية موجودة دي امرأة وعندنا بفضل الله عز وجل زي ما قلتلك أمين عام مساعد في مجمع البعوث الإسلامية فده الانفتاح العقلي الأزهاري المعتاد الذي بني على قواعد الإسلام الحقيقية وهو اللي عمله الشيخ محمود شلتوت في ايه؟ أنه هو طالب بتمكين المرأة أنها تتعلم اللي هو تعليم البنات في الأزهر من الابتداء إلى المتوسط الإعدادي إلى الثاني وإلى الجامعة إلى 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 فالحمد لله يعني النهاردة حتى لما سألوني مرة هل تصلح المسلم الفقه أن تكون مفتي يقولت له منحب؟ الله الرسول قال في حق السيدة عائشة عليه رضوان الله خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء وأنا ألفت كتاب إن شاء الله أذكر أجبولك الأسبوع القادم فقيهة المسلمين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه ودي أم المؤمنين السيدة عائشة بنت رسول وابنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاههم جميعا مش كان قبل كده كل مرة تكلمنا على برضو وقعة الشفاء بنت عبد الله وهي تحاجج سيدنا عمر بن الخطار في تحديد المروق المهور أليست هذه فتية؟ نعم ده هو قال أصابت همرأ وأخطى عمر فأقر خليفة خليفة رسول الله فتية سيدة أيوة نعم هو طبعا كان مقصده حسن يعني بعض الناس أقول لك هو غلط لا هو مغلوطش لا مغلوطش مثلما لقي المهور غلية يعني فأراد أنه هو يحدد مع رقم 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 فقالت له لا هي بتعترضش على التيسير في المهور هي بتعترض على تقدير رقم حسابه ملزم ملزم للمسلمين قالت له لا ليس الأمر لك يا ابن الخطار وهو يعني بتقولها له كده وقرأت الآية نعم وقد أيتيتم إحدهن قنطارا قال نعم وكان سيدنا عمر رجع إلى الحق بأمانة شو يعني جدا فالأمر الآخر القرآن يا أخي ما سجل لك في حوار ما بين الرسول نفسه امرأة قال له وقد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكه إلى الله والله يسمع تحاوركما شوف حوار ده ده دول لك فيه رأي وفيه فكر وفيه إعمال عقل كانت في قضية الظهار لأن زوجها قال لها أنت عليك أنا كان ظهري أميني كان في الجاهلية هذا عند العرب تحرم عليه اليوم الخيام فهي بتقول له إزاي بقى طب العيال هيروحوا فين انضمنتم إليهم ضاعوا مش عارف لا يغسل ولا يضبخ ولا يكمس إلى آخره وإن جم علي جاعوا ما عيش مصريف ولا مال خالص بير لعل الله ينزل فيك قرآنا فأنزل الله الآيات لنفسها أبي تبين كفرة الظهار